لمحان حيصن صابدو أو حيصن طفراوة جنوب تلمسان السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات صابدو أو طفراوة حيصن يطع جنوب تلمسان بحوالي 37 كم يسمى أيضا طفراوة حالته سيئة اعتنى به البحميد خليفة الأمير عبدالقادر الذي أشرف على بنائه ابتداء من جوان 1839 ميلادي وبعد تمامه طلب الخليفة من ستانة لمسان الانتقال إليه فانتقلت إليه الداتات والمخازن التي تانت بها هذه المدينة لكن الاستعمار تمتن من احتلاله يوم التاسع في بري 1842 ميلادي ورغم ذلك حاول الأمير استعادة الحسن لا تنقوى تبير توجهت إليه بقيادة بيدو فانتقل إلى المغرب الأرصى ونظر لتخوف السلطة الاستعمارية من عودته إلى الحسن استغلته تطاعدة عسكرية صغيرة تشرف على المنطقة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد المترجم للقناة